صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 58 لسنة 2022 بتعين مدراء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني جاء فيه المادة الأولى يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من السيد حمود جاسم عبدالله حمود مديرا لإدارة تقنية المعلومات السيدة منيرة محمد أحمد العلوي مديرا لمكتب إدارة الدين العام السيدة لولواربي عحسين علي مديرا لإدارة التدريب والتطوير الإداري السيد محمود عبدالواحد تركي متروك مديرا لإدارة تعزيز التنافسية السيد أحمد رضا عباس سند مديرا لإدارة التحليل والمعلومات السيد عبدالرحمن عبدالله جاسم الذوادي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية السيدة دانا محسن محمد الشماسي مديرا لإدارة الاستدامة المالية والاقتصادية السيدة مريم أحمد محمد العباسي مديرا لإدارة الموارد المالية السيدة مي يوسف محمد الجاسم مديرا لإدارة الموارد المالية السيدة سارة ثاني محمد سخير مديرا لإدارة الموارد المالية السيد عبد الرحمن محمد مال الله الخالدي مديرا لإدارة الموارد المالية السيد محمد عبد الله محمد بوزبون مديرا لإدارة الموارد المالية المادة الثانية يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني ندب المدراء المذكورين في البند الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من المادة الأولى من هذا القرار إلى أي جهة من الجهات الحكومية